أجرى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اتصالاً بقيادة قوات يونيفال التي أكدت أنها تجري التحقيقات اللازمة في شأن عملية اختطاف المسؤول بحزب الله عماد أمهز في منطقة البطرون كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن اعتقال عنصر من الوحدة البحرية التابعة لحزب الله التصعيد الميداني بين حزب الله وإسرائيل تعدى الغارات العابرة للحدود ووصل إلى حد اختطاف مسؤول بحري في الحزب في منطقة البطرون خلال عملية إنزال نفذها كوماندوس إسرائيلي وشهدت الساعات الأخيرة إثر عملية الاختطاف غضباً واسعاً بالأروكة الرسمية اللبنانية ووصل الأمر إلى التوجيه برفع شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث في حين أجرى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب مقاطي اتصالاً بقيادة قوات اليونيفيل التي أكدت أنها تجري التحقيقات اللازمة في شأن عملية اختطاف عماد أمهز وبعد صمت إسرائيلي رسمي لعدة ساعات أعلن الجيش الإسرائيلي إن وحدة الكوماندوس البحري اعتقلت عنصراً من حزب الله يمتلك معرفة واسعة في المجال البحري وتوعدت إسرائيل بالعمل على أسر عناصر بارزة في حزب الله وسبق أن شهدت المنطقة نشاطاً سابقاً للكوات الإسرائيلية حيث أعاد الإنزال الإسرائيلي البحري الأخير إلى الذاكرة عمليات عسكرية وإنزالات للكوماندوس الإسرائيلي استهدفت قيادات لبنانية وبالتزامن تواصل تل أبيب غاراتها الجوية في جنوب لبنان واستهدفت قائد منظومة السواريخ لوحدة النصر التابعة لحزب الله جعفر خضر وكذلك قائد مجموعة الطائرات المسيرة في الوحدة ورغم استمرار القتال الدائر بين الجانبين ووجود بعض الفجوات في المفاوضات يقدر مسؤولون أمريكيون أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بات قريباً وأن التسوية السياسية وشيكة